أكد مسؤول في الدفاع المدني أن فرقة انتشلت نحو 840 جثة من الأحياء الغربية في المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية معظمهم مدنيون المسؤول الذي يعمل ضمن المدينة القديمة في الموصل أكد أن بعض الجثث سحقت تحت الجرافات الكبيرة خلال إزالة الإنقاذ بسبب قلة خبرة المتطوعين وإجراء عملية الإنقاذ بطريقة غير صحيحة مرجحا وجود ما لا يقل عن 3000 جثة ما تزال تحت الأنقاذ لا سيما في الجانب الغربي للمدينة القديمة